مثل بيقول لك إيه؟ صاحبك على عيبه مفيش إنسان ما فيهوش عيوب معروفة بمأننا غالباً بيكون صاحبنا إنسان أكيد هيبقى مع عيوب لازم دفوه أنا بقى بحب صحابي وبحب أقعد أصنف الدفوهات عند الصحابة النوع الأولاني الصاحب الانرجايزر مفرط الحركة الهايبر ده بقت لإيه؟ بيقوم فاجأة هو بيكلمك يتكلم بصوت عالي جداً ويقول حاجة في منتهى التفاهم مش محتاجة الحماس ده كله شوفت يا لها الجنود السبور اللي جابها لوقت الشريف يستخدم إيده في شرحه كل كلمة لما ربنا يهديه ويقعد يتهدي جنبك ليه قاعد يخبطك في كتفك في رجلك طول الوقت؟ حتى التعبير على المشاعر يا ل أنا بحبك يا لها تعرف يا ل أنا بحبك يا لها تعرف يا ل أنا بحبك يا لها عارف يا لها لأ مش حارك مزعج جداً وفيه بقى طبعاً صاحبي العميق ده تلاقي بيستخدم كلام مقعر أوي كلمة مشاكل أو مشكلة هي نفس المعنى بس إزاي بقى؟ لازم يبقى عميق وهو أصلاً أتفهم الجوافة ده بقتل إيه هو بيكلمك يوطي صوته بيستخدم طبعاً محشراجة كده يبصي مين وشمال بعدين يقرب منك يمسكك من رجبتك ويدغط ضغطة خفيفة كده أفوصت الكلام بتدي للكلام اللي بعدها معنى تاني خالص حتى لو تافي يعني يقولك بص نجيب كوباية شاي معلقتين سكر شفت معلقتين السكر رحوا فين؟ رحوا في حتة عميقة كده ليه كده؟ انت عميق يا لا؟ عندك كمان الصاحب اللي هو الخلف خلافي ده بيبدأ دايماً أي جملة بكلمة بالعكس شفت الضحكة مع بالعكس حتى لو الحاجة ملهاش نقيد أنا معنديش مشكلة مع الاختلاف أنا بختلف عادي جداً بس أفهم يعني أقول له مثلاً إيه؟ والله أنا بحب الفول يقول لي بالعكس أنا أحب الطعمية يا فين التضاد؟ ما يعني حب الطعمية براحتك أنا بحب الفول يا أخي هو ده عكس ده؟ مفيش عكس؟ طب ده رأيه في الأكل يلا ما عنديش مشكلة إنما لما أقول له مثلاً إن الجو حر فيقول لي أه لا بالعكس دي الشمس طلعة فين العكس بقى؟ هي غلاسة وخلاص؟ في بقى الصاحب القلاش ده بيبقى سئيل محروق متوقع مهروس رخم وتعبان في مخه أه تعبان عبد الرحيم أه 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 ده على طول عادي يقول كده عندك طبعاً الصاحب البورم ده اللي بيبدأ كلامه دائماً بكلمة يا بني يا في ضحكة كده ونفس طلع من منخيلة هو مفيش خالص بس هو بيحب يهدي نفسه الأهمية دي يا بني يا لو عايز تجدد الرخصة وقولي يا ابن السجل المدني دول كلهم حبيبي يا حسسك أن مؤسسات الدولة دي كلها فتحة عنده في البيت برم برم قوي فيه كمان بقى الصاحب الطياري أو الصاحب النزوة ده الصاحب اللي بتقابله على القهوة تلعبه طاولة كوتشينا تقابله عند واحد صاحبك تاني تلعبه بلاي ستيشن مثلا تعرفش اسمه مش مهم معاكش رقم تليفونه مش موجود عندك على الفيسبوك تتقابله تهياصه شوية وتروحوا لحالكم عندك كمان الصاحب اللي مشغول جداً وهو فاضي أصلاً على طول ده مابداياً عواطلي خالي شغل موارهوش أي حاجة في الدنيا وعلى طول متصربع ومتلاه وجو بيجري علشان وراه 80 حاجة هم إيه أنا مش فاهم موارهوش أي حاجة بس نشوفه في شوق ده معاك ثلاث موبايلات متأخر أما ما بيكملش جملة موارهوش أي حاجة بس نشوفه أجري أجري بس أجيبها تلاقيه جايلي البيت؟ قاعد في بيتي بتكلمش معايا ولا كلمة مسك التليفونات الكثير عما ليكتب حاجاتك أكلمه مايرضش حيث أنه جايلي في وقت مش مناسب عجيب جداً فيه طبعاً الصاحب النجم بقى ده غالباً بتلاقيه بيلبس حاجات ديائقة جداً مش وزنه مش منظره جاز مبوص طويل بتلمع شعره بيلمع متصرح بعناية واخد وضع صور أغلفة الألبومات وتلاقي الألبومات بتاع تصوره على الفيسبوك اللي هي الجرحة علمني فاهم؟ اللي هو بتلاقي نص منور ونص ظلمة المزدوج ده حركات كده نجم خالص ده بيبقى مش فنان خالص وزوقه بعافية يعني بس مدعي عامل نفسه ملطوش بالفن والفنانين حبيبه يستخدم الإسم الأولاني لكل المشاهير لك شفت عادل في الإرهاب والكباب تش عارف فيها لا ما كانش زي أو مثلا يقولك شفت حلمي ومونة في الحفلة لا ما كانوش زي الأول في حاجة غلط ما بينهم كأنه بيتكلم عن ولاد خالته مثلا مدعي ونجم حبيبي فيه صاحب المارن بقى ده معاهم معاهم عليهم عليهم ممشي حاله تقوله الطريق النهاردة زحمة جدا نقولك آه يا ابني برا جحيم تقوله بس سلكت يعني الكوبري مش آه الحمد لله بقت زي الفل جيت في عشر ديابة الله إيه يا ابني فيه ليه بتعمل كده هو أنا بسجلك فيه كمان الصاحب الخادوم قوي الحبوب قوي المضر جدا لو أنا لقيتك ركن صف تاني طلعت أخدت المفاتيح من الحجة ركنتها لك ركنة تمام والمفاتيح معايا يا حبيبي طب انت فين بقى؟ لا أنا رجعت البلد فأنا في السن بلا ويندو بس الركنة عظيمة إيه رأيك؟ طبعا فيه الصاحب السلفانجي ده طبعا بيبقى ظابط نفسه على موعيد القبض الحوافز السنوية بدل السفر المناسبات حتى لو انت بتشتغل فريلانسر تلقيه عارف ان جايلك فلوس فاهمش ازاي؟ اي حاجة بقى عنده نسخة من تقارير معاملتك البنكية ووضعك الضريبي فهمك خالص من الناحية دي وتلقيه دايما بيقول لإيه طلبية السلف دي بطريقة كده اللي هو اش حاجة هتجيب كأنه حقه كأنه له فلوس عندي وفيه كمان صاحب المشاريع بقى ده دايما عنده مشاريع عملاقة وأحلام صراء سريع ودايما مشاريعه دي بيدخلني فيها بقى كراس مال إدارة تنفيذ وقت ومجهود ودعاية وتسويق وهو دوره بيوقف عند اقتراحه للمشروع بس يقول لي بص انت هتمول هتدير هتسوق هتواجه المنافسين والأزمات في الآخر نبيع ونكسب خدت بالك دخل امتى؟ وقت المكسب بس اعمل انا كل حاجة لوحدي بس نبيع ونكسب هو ده بقى النصاب الحقيقي اللي لما بهزقه كل مرة بيتحول فورا لصاحب السلفانجي تلاقيه في الآخر قال لي طب فيش اي حاجة؟ ناخر الشهر كده؟ فيه بقى اشهر نوع صديق وقت الضيق ده بقى مش دفوه ده بيقتلني اللي هو بيجيلك وانت متضايق يدايقك اكتر انا مستحملش كده اللي هو يجيلي يقول لي ايه معلم مالك مكتئب وحبس نفسك في البيت ايه وهابل قوم قوم بلاش كلام فانا بص شاف منظرك تخنت وتعاوكت كده وبقى شكلك زبالة وبشع وتخين وفاشل ومكتئب كمان ايه يا عم الكلام الفاضي؟ تم تديني رصاصة الرحمة بقى وتخلصني هي نقصك؟ ده مش دفوه ده يا عم الحج مش دفوه اشتركوا في القناة